بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه من ولهما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخين وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى مسأله خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع عالما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد قبل أن أبدأ بهذه المسألة لأربط الأول أو المتقدم بالمتأخر والسابق باللاحق مر معنا أن المصنف ابتدأ كتابه بمبحث مختصر في المباحث الكلامية وأوجز فيه بناء على أصل فقهائنا وهو عدم التوسع في المباحث الكلامية ثم بعد ذلك عقد مبحثا أو جمع مسائل تتعلق بالمبادئ اللغوية وكلا هذين الأمرين انتهينا منهما ثم بدأ بعد ذلك المصنف في الأمر الثالث وهو الحديث عن الأحكام ومر معنا في أول كلمة عند قول المصنف الأحكام أن المصنف سيتناول أربعة أشياء الحاكم ونوعي الحكم الشرعي والمحكوم فيه والمحكوم عليه فالحديث عن الحاكم أنهيناه عند قول المصنف لا حاكم إلا الله وأما نوع الحكم فإنها التكليف والوضع وأنهينا ما ذكره المصنف من الحديث عن الحكم التكليفي وسيبدأ المصنف اليوم بالحديث عن الحكم الوضعي فنكون بذلك اليوم نكون أنهينا الحديث عن الحاكم وعن نوعي الحكم ويتبقى لنا في مبحث الأحكام المحكوم فيه والمحكوم عليه وإن يسر الله عز وجل سننهيها في درس واحد وبذلك نكون قد أنهينا مبحث الأحكام كاملا وهو نصف الأصول والنصف الثاني هو المتعلق بآدلة الأحكام وهو نصف ثاني لكنه طويل وسنبدأ به بعد ذلك ثم يأتي بعد ذلك حشو الأصول وهو المتعلق بالحجاج وما يتعلق أيضا بالاجتهاد والتقليد إذن فأول الأصول وهو المباحث الكلامية واللغوية حشو من حشو الأصول وآخره وهو المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد هي من حشو الأصول وأما لب الأصول فإنه الحديث عن الأحكام وأدلتها والأحكام هي التي نتكلم عنها الآن فقط هذه تصح أن تكون خريطة ذهنية لكي تعرف ما الذي تكلم عنه المصنف وما هو عرضه لهذا الموضوع لمباحث كتابه طيب يقول الشيخ مسألة هذه المسألة جعلها المصنف تابعة للمسألة السابقة وخاتمة للحديث عن نوعي الحكم الشرعي فإن المسائل السابقة كانت متعلقة بالحكم التكليفي وفي هذه المسألة وما فيها أطال المصنف أو تكلم المصنف عفواً عن الحكم الوضعي وذكر أنواعه وتفصيلاته وجل ما ذكره المصنف في الحكم الوضعي لم يستفده من ابن الحاجب وإنما يكاد يكون قد نقله بحرفه مع تغيير ولا شك من كلام الطوفي في مختصره فإنه قد تأثر بالطوفي في كثير من هذه المباحث المتعلقة بهذه المسألة يقول الشيخ خطاب الوضع يقابل خطاب التكليف وسمي هذا الخطاب خطاب وضعٍ لأن الشارع وضعه أي جعله فجعل الشارع أموراً جعلها كهيئة العلامات وهذه الأمور إما أن تكون أسباباً أو شروطاً أو موانع وعلالا إذا وجدت هذه الأمور فإنه يوجد عندها الحكم الشرعي إذن وضع الشارع عند الحكم الشرعي علامات وأعلاماً هذه العلامات والأعلام يوجد عندها الحكم وجوباً أو حرمة أو سنية أو كراهة أو إباحة ولذا فإن بعض العلماء يسمي هذا الخطاب بخطاب الإخبار أي أخبر الشارع عن هذه العلامة وهذا العلم أنه يوجد عنده الحكم الفلاني إذن فيسمى خطاب الإخبار أو خطاب الوضع يقول الشيخ ما استفيد ما اسم موصول بمعنى الذي لكي يشمل الأنواع التي سيريدها المصنف في أو الأصناف لأنه سماها أصنافاً الأصناف التي سيريدها المصنف في خطاب الوضع والأحكام الوضعية قال ما استفيد بواسطة نصب الشارع أي أن الشارع هو الذي نصب هذه العلامات والأعلام واستفيد منها معرفة الحكم فقوله استفيد بواسطة نصب الشارع لكي يدل على أنه قد توجد هناك أعلام ليست بنصب الشارع وإنما بنصب غيره مثال ذلك عندما ترى لوحة في الشارع مكتوب عليها مسجد فهذه علامة استفيدت بوضع غير الشارع وهو البلدية وضعوا علامة إلى المسجد جعلت علاماً معرفاً على هذا العين وهو المسجد المحدد فحينئذ لا نسمي ذلك حكماً وضعياً لأنه ليس من وضع الشارع وكذلك الشروط العقلية فإن الشروط العقلية لا تسمى أحكاماً وضعية بالمعنى الاصطلاحي وسيأتينا إن شاء الله الحديث عنها في كلام المصنف قال ما استفيد بواسطة نصب الشارع إذن فقول المصنف نصب الشارع نستفيد منه الاحتراز عن ما استفيد بنصب غيره كالعلامات التي تكون في الطرق أو العلامات العقلية عموماً التي سيرد الإشارة إليها وقوله علاماً العلم هي العلامة ولذلك سيكرر المصنف هذه الكلمة بعد قريب فكل ما جعل علامة فإنه يكون علاماً ولذلك يجعل على رأس الجبل علامة تسمى علامة بل الجبل كله يسمى علماً علم في رأسه نار كما تعرفون هذه الكلمة المشهورة فالجبل أيضاً يسمى علماً لكونه علامة واضحة وجلية قال معرفاً لحكمه قوله معرفاً لحكمه لكي يشمل العلة والسبب وغيرها فإن العلة قد تكون موجبة بنفسها كما سيأتي وأما السبب فليس موجباً والمانع ليس موجباً كذلك وإذلك قال معرفاً أي عند وجودها يوجد الحكم سواء كان بالنفي أو بالإثبات وقوله لحكمه أي للحكم التكليفي المتعلق بهذه المسألة هذا هو تعريف خطاب الوضع أو شرحه أو بيانه معناه على سبيل الجملة ثم علل المصنف فائدة إرادة خطاب الوضع لماذا تجعل خطاب الوضع ولم يكتفى بخطاب التكليف والأحكام التكليفية قال لتعذر معرفة خطابه في كل حال أي أنه يصعب معرفة الخطاب التكليفي في كل مسألة في عينها فعلى سبيل المثال صلاة الظهر إذا قال الشارع صلي الظهر هذا حكم تكليفي لكن الظهر يتكرر في كل يوم فإنه يتعذر أن يأتي في كل يوم خطاب من الشارع يكون آمراً بالصلاة في كل يوم هذا من جهة فالأمور التي تتكرر وذلك أن بعض الأحكام الوضعية متكررة وبعض هي متكررة وقد أشير لهذا التقسيم فيما بعد فإنه أحتيج لذكر الخطاب الوضعي لأجل التكرر فيه الأمر الثاني أن الوقائع والنوازل التي تقع للمكلفين كثيرة وغير محصورة ولو أردت حصرها وجعل دليل نصي في كل واحدة منها لتعذر أضرب لك مثالاً واحداً متعلقاً بالقتل فإن صور القتل لا تكاد تحصى عدداً بل إن الذي يقضي في مسائل جنايات الناس وقتل بعضهم لبعض يجزم جزماً كاملاً أنه لا تكاد توجد قضيتان متشابهتان من كل وجه ولذا فقد جعل الشارع علامات يعرف بها وجوب القصاص منها أن يكون مباشراً فإذا اجتمع المباشر مع المتسبب فإنه يقاد من المباشر دون المتسبب فإن لم يكن هناك مباشر يقتيد من المتسبب ومنها أن تكون الآلة قاتلة وقصد الفعل عدواناً وهكذا من العلامات الكثيرة التي يعرف عندها وجود الحكم وهو وجوب القصص حيث وجدت الجناية إذن المقصود من هذا كله أن نعلم أن خطاب الوضع له فوائد أو جزها المصنف في قوله لتعذر معرفة خطابه أي لتعذر معرفة خطاب الشارع في كل حال إما لأجل التكرار أو لأجل تعدد الوقائع والنوازل حيث لا يمكن معها معرفة الحكم في كل مسألة ولذلك الكلمة المشهورة التي سببت جدلاً طويلة عند الأصوليين وهي كلمة أبي أبي المعالي إمام الحرمين الجويني في البرهان قال ولقد علم أن النصوص الشرعية لا تفي بعشر معشار الأحكام هذا كلامه طبعاً أتى بها في سياق القياس والإثبات الاحتجاج بالقياس وأيضاً يقال أيضاً في الأحكام الوضعية فإن الشرع إما قد أتى بها على سبيل النص في الحكم المباشر التكليفي أو على سبيل الإخبار والوضع فإنه قد دل على ذلك نعم وللعلم المنصوب أصناف نعم بدأ يتكلام مصنف عن أقسام الحكم التكليفي عفواً أقسام الحكم الوضعي وعلماؤنا يقولون إن الحكم الوضعي ينقسم إلى قسمي وهذا التقسيم ذكره قالت يعني صاحب المسودة القسم الأول قالوا ما يظهر الحكم بحيث يكون علامة عليه وهو الذي قصده المصنف هنا في قوله وللعلم المنصوب أصناف فحينئذ يكون ثلاثة أو أربعة وسأذكر العدد بعد قليل هل هي ثلاثة أو أربعة فيشمل ذلك العلة والسبب والشرط والمانع التي سيندها المصنف القسم الثاني من خطاب الوضع والإخبار قالوا هو الصحة والفساد فإن الصحة والفساد ليست على من وإنما الصحة والفساد هما حكمان وضعيان بعد الفعل لا قبله وبذلك نفارق بين النوع الأول والنوع الثاني فالصحة والفساد بعد الفعل نحكم بصحتها فنقول إنه لا يلزم الإعادة مثلا بينما إذا حكمنا بالفساد ألزمنا إعادة وقضاء هذه العبادة مثلا ولذلك فيجب أن نغير بين النوعين أو القسمين فإن لكل قسم حكما منفصل عن الآخر من حيث الهيئة فالأول يكون متقدما على الحكم التكريف والثاني يكون بعد الفعل الأول يكون متقدما على الفعل والثاني يكون بعد الفعل لكن دلالته على الفعل المتقدم قبله دلالة دلالة مؤثرة من حيث هل تلزم الإعادة فيه أو لا تلزم وهل يترتب عليه أثر في العقود وغيرها طيب إذن فقول المصنف وللعلم المنصوب هنا ذكر أصناف الخطاب الوضعي باعتبار كونه يظهر به الحكم لأنه قال وللعلم أي وللعلامة المنصوبة للدلالة على الحكم أصناف قول المصنف رحمه الله تعالى أصناف أورد المصنف ثلاثة أصناف فقال أحدها أي أحد الأصناف العلة والصنف الثاني السبب والصنف الثالث قال هو الشرط ثم قال وعكسه المانع والسبب أن المصنف لم يجعل المانع صنفا رابعا احتمالا وكلهما صحيح إما أن يكون قصده الإيجاز والتوضيح فبدلا أن يقول والصنف الرابع المانع وهو عكس الشرط اختصرها أو والمعنى أيضا الثاني الصحيح أن كثيرا من الفقهاء يقولون إن وجود المانع هو انتفاء لشرط وسيأتي تفصيل علاقة المانع بالشرط إن شاء الله بعد قليل عندما نصل إليه إذن فقولهم أصناف اختلف في عد هذه الأصناف قيل إنها ثلاثة وقيل إنها أربعة والنتيجة واحدة لا فرق ليس إنكارا للمانع وإنما هو إدخال للمانع في الشرط وسيأتي التفصيل إن شاء الله وخلاف القرافي في هذه المسألة نعم أحدها العلة نعم قوله أحدها أي أحد أصناف العلم المنصوب المنصوب الذي يظهر به الحكم العلة نعم ثم بدأ يعني يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في معنى العلة في اللغة وفي الاصطلاح وقبل أن نذكر تعريفة العلة اختلف هل هي حكم وضعي أم ليست حكما وضعيا لأن بعضا من المتكلمين يرى أنها أمر عقلي وليست حكما وضعيا فإن العلة تكون موجبة بذاتها وحيث كانت موجبة بذاتها فلا تكون حكما وضعيا عندهم وسأتي الإشارة لهذا الكلام نعم وهي في الأصل نعم قوله وهي الضمير يعود إلى العلة وقوله في الأصل أي في أصل الوضع اللغوي فهو يشير في قوله في الأصل إلى أصل اللغة نعم العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي نعم قول المصنف العرض المراد بالعرض هو الأمر الطارئ الذي يكون غير قائم بنفسه وذلك أن من ألفاظ المناطق أنهم يفرقون بين العرض والجوهر فالجوهر يكون قائما بنفسه والعرض ليس قائما بنفسه وإنما هو أمر طارئ وهذا هو الفرق بين العرض والجوهر وتقدم الإشارة لهذا المعنى عندما تكلمنا عن العقل حينما قال بعضهم إنه جوهر لطيف إذن العرض هو أمر طارئ يطرأ نعم هو أمر طارئ يطرأ وكذلك طارئة وليست قائمة بنفسها وقوله الموجب هذا يدلنا على أن العلة موجبة بنفسها وسيأتي إن شاء الله حديث عنه قال لخروج البدن الحيواني البدن الحيواني أي بدن الحيوان الذي يكون حيا وهذا يدلنا على أن الجمادات كل ما يطرأ عليها مما يغير هيئتها فلا يسمى علة وإنما العلة تكون طارئة على البدن الحيواني كالإنسان والحيوانات الأخرى والحشرات فالذي تطرأ عليه من الطوارئ التي تغير حاله وتخرجه عن الاعتدال المعتاد الطبيعي إلى غيره فإنها تسمى علة أو مرضى والمرض حينئذ يكون بمعنى العلة بهذا المعنى إذن قال لخروج البدن الحيواني لكي يخرج ما ليس بحيوان كالجمادات والنباتات فإن الطوارئ عليها لا تسمى علة ما يسمى إن الشجرة إذا قطعت جاءها علة وإنما يقال قطعت أو جاءها عرض مخرجها عن اعتدالها وقوله عن الاعتدال الطبيعي أي المعتاد الذي جرت به الطبيعة والعادة وهذا هو تعريف العلة في اللغة نعم فيكون حينئذ بمعنى المرض أو مرادفا له نعم ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلية لذاته كالكسر للانكسار نعم هنا بدأ تكلم المصنف عن العلة العقلية لأن المصنف تكلم عن العلة اللغوية وانتهينا منها وهي قريبة من المرض وعرفها ثم سيتكلم بعد ذلك عن العلة العقلية ثم سيتكلم بعد ذلك المعنى الثالث عن العلة الشرعية فقال ثم استعيرت عقلا أي العلة العقلية استعيرت من الاستخدام اللغوي أو الوضع اللغوي هل نقول الوضع اللغوي إلى الاستخدام والتصرف العقلي قال ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلية لذاته إذن العلة العقلية تعرفها هي ما يوجب الحكم لذاته فكل ما أوجب الحكم لذاته فإنه يكون علة طبعا ضرب المصنف لذلك مثالا فقال كالكسر للانكسار أي شيء منكسر ما الذي أوجب انكساره الكسر كما أن الشيء الأسود ما الذي أوجب سواده هو التسويد فالتسويد علة عقلية لسواد الشيء كما أن الكسر علة عقلية موجبة للانكسار فلا يمكن أن ينكسر العود بلا كسر ولا يمكن أن يسود الثوب بلا تسويد وهذه اللي يسمونها العلة العقلية العلة العقلية عند المناطق جميعا متفقون على أنها موجبة ومن طريقة الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في التدليل على أصول أهل الحديث والأثر أنه يقول إن ما تزعمون أنه دليل مسلم وأنه صحيح من كل وجه خاصة في الأدلة الكلامية والعقلية أنه قد يطرأ عليها ظن فأنتم عندما تزعمون أن الأدلة الآحاد والخبر بل دلالة القرآن أنها ظنية وتقدم عليها الدلالة العقلية أنكم مخطئون بل أدلتكم العقلية مطعون فيها ومن كتب الشيخ التي بناها على هذا الأصل كتابه القيم جدا وهو كتاب الانتصار لأهل الأثر انتصر فيه لأهل الحديث ومن المعنيين بطريقتهم فقهاء الحنابلة وغيرهم من فقهاء المذاهب الأربعة رحمة الله على الجميع تكلم الشيخ عن العلة العقلية عند قولهم إن العلة هي الموجبة فذكر بعض الاعتراض على ذلك فقال الشيخ في كتابه الانتصار لأهل الأثر فقال إن استعمال اسم العلة في الموجب للشيء أو المقتضي له هو من عرف أهل الكلام وهي وإن كانت بينها وبين العلة اللغوية مناسبة من جهة التغيير فالمناسبة في لفظ التولد أظهر وهذا توجيه أيضا حتى في استخدامهم اللغوي أن فيه إشكالا نعم ثم استعيرت شرعا لمعاني أحدها نعم طبعا قول المصنف لما أوجب الحكمة العقلية لذاته يخرج ما أوجب لأمر خارجي أو أمر اصطلاحي فإنه يكون ليست علة عقلية وإنما يكون إما علة شرعية أو علة عرفية لأنها لأمر خارجي من وضع الشارع أو من وضع الآدميين مثل الإشارة للوقوف ونحو ذلك نعم ثم استعيرت شرعا فضل كالكسرين انكسار نعم ثم ثم استعيرت شرعا لمعاني نعم قول المصنف ثم استعيرت شرعا أي ثم إن العلة استخدمت عند فقهاء الشريعة لمعاني إذن فقوله ثم استعيرت شرعا أي استخدمت عند فقهاء الشريعة واستعيرت من ماذا استعيرت من العلة العقلية إذن استعيرت العلة العقلية من اللغوية واستعيرت العلة الشرعية من العلة العقلية لأنه قال ثم تفيد الترتيب فدل على أنها استعيرت من العقلية ولذا فإنه سيأتي بعد قليل الإشارة إلى أن بعض الاستعمالات مأخوذة من الاستعمال العلة العقلية وقول المصنف ثم استعيرت شرعا أي أن هذا الذي سيتكلم عنه المصنف هي التي تسمى بالعلة الشرعية وعندما نقول الشرعية لا نقصد بها الشرعية في لسان الشارع وإنما نقصد بها الشرعية في لسان أهل الشريعة وعلماء الشريعة وهم علماء الفقه خصوصا فإنهم يستخدمونها بهذا الاستخدام وقول المصنف لمعانن أي أنها استخدمت لأكثر من استعمال فإن فقهاء الشريعة يستخدمون العلة لثلاثة معانن أو ردها المصنف ولذلك يختلف استخدامهم من موضع لآخر بناء على الأمور أو المعاني الثلاثة التي سيريدها المصنف نعم أحدها أحدها ما أوجب الحكم الشرعية لا محالة نعم قال أحدها أي أحد هذه المعاني ما أوجب الحكم الشرعية لا محالة سيأتي معنا إن شاء الله كلام طويل جدا في باب القياس هل العلة موجبة بنفسها أم أنها علامة يوجد عندها الحكم مطلقة وسيأتي شاء الله تفصيل في هذه المسألة وهي فيها كلام طويل جدا وهل لها ثمر سيأتي شاء الله في باب القياس لكن نمشي على عبارة المصنف وهي كذلك صحيحة أنها ما أوجب الحكم الشرعية لا محالة قوله لا محالة مراده أي قطعا أي فحيث وجدت وجد عندها الحكم الشرعي وبناء على ذلك فإن العلة بهذا الاستعمال يكون الفقه قد استعملوها مرادفة للموجب للحكم الشرعي فحيث قلنا إن الموجب كذا فقد يسمونه العلة له كذا طيب وحينئذ تكون هي مأخوذة من العلة العقلية لأن العلة العقلية موجبة وهذه تكون موجبة كذلك للحكم الشرعي وهناك موجبة للحكم العقلي طيب نعم وهو وهو المجموع المركب من مقتضى الحكمي وشرطه ومحلله وأهله طيب قول المصنف وهو الضمير هنا عائد ليس للعلة وإنما لما أوجب الحكم الشرعي يعني الاستعمال هذا الثاني وهو الموجب لأننا قلنا إن الاستعمال الثاني بمعنى الموجب للحكم الشرعي فما أوجب الحكم الشرعي لا محاله وهو العلة باستعمال الأول هو الذي قصده المصنف بقوله وهو أي وهو أي العلة بهذا الاستعمال المجموع يعني أن العلة بهذا الاستخدام لا بد من وجود فيها أربعة أشياء فتكون مجتمعة من فتكون مركبة من أربعة أشياء ومجموعة منها وهو المقتضي والشرط والمحل والأهل وذلك قال المركب وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله وهذه الأمور الأربع قالوا إنها شبيهة بأجزاء العلة العقلية الأربع فإن عندهم أن العلة العقلية مكونة من أربعة أجزاء المادية والصورية والصورية والفاعلية والغائية بنفس الترتيب المتقدم فتقابل المادية المقتضي والصورية الشرط والفاعلية المحل والغائية الأهل نعم نبدأ بها واحدة واحدة الأول قول المصنف المركب من مقتضي الحكم مقتضي الحكم هو المعنى الطالب للحكم الذي يطلب الحكم وشرطه سيأتي إن شاء الله شرط الحكم تعريفه ومحله والمحل الحكم هو ما يتعلق به الحكم سواء كان في شخص أو كان في جماد ونحوه وأهله المراد بالأهل أي أهل الحكم هم المخاطبون به وسيأتي إن شاء الله أن المخاطب به هم المكلف في مبحث مستقل هذا له أمثلة متعددة على سبيل المثال أمثلة تضربوها لإطلاق العلة على ما شمل الأمور الأربع قالوا لما يقال إن وجوب الصلاة يقال إن وجوب الصلاة حكم الشرع مقتضي وجوب الصلاة هو الدليل الشرعي الذي أمر فيه الشارع بالصلاة هذا هو المقتضي الأمر الثاني شرط وجوب الصلاة هو كونه أهلا مثلا أهلية المصلي وسائر الشروط الباقية المحل قالوا هو الصلاة نفسها هذا هو محل وجوب الصلاة أهله هو المصلي نفسه فهو أهل الوجوب مثاله أيضا في وجوب كفارة اليمين فقالوا إن وجوب كفارة اليمين حكم شرعي مقتضي هو أمر الشارع بالتكفير عند الحلف فيكون الحلف هو المقتضي حين ذاك شرطه أنه لا بد أن يحلث بعد حلف بعد أن يحلث محله هو المحلوف عليه أهله هو الحالف الحالف الذي قد حنث وهكذا يقال في سائر الأحكام فتكون هذه الأمور الأربع مجموعة تسمى علة وهذا موجود عند بعض خاصة الفقه المتقدمين جدا يعبرون بهذا التعبير نعم الثاني مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع نعم قال الثاني أي المعنى الثاني الذي استعيرت له العلة الشرعية في استخدام الفقه قال هو مقتضي الحكم أي أن العلماء يطلقون العلة في مقابل المقتضي وتقدم أمثل المقتضي مثل أن يقال أن العلة في وجوب كفارة اليمين هو الحالف باعتبار أنه هو المقتضي أو يقال أن العلة في وجوب الصلاة أمر الشارع بها أو يقول أن العلة في حصول الملك في النكاح مثلا هو عقد عقد البيع نقول عقد النكاح مثلا أن حصول الملك في عقد البيع هو عقده بالإجاب والقبول فيكون هو المقتضي فيكون جزءا من الأجزاء الأربعة ومثل أيضا نقول إن المقتضي لأن يكون المرء مالكا للبضع هو الإجاب والقبول الذي تحقق به عقد النكاح فيكون هذا علة هذا الأثر الذي تقدم قال وإن تخلف أي وإن تخلف الحكم عن المقتضي فقوله وإن تخلف أي وإن تخلف الحكم عنه أي عن المقتضي قال وإن تخلف أي الحكم لفوات شرط لعدم وجود أحد الشروط مثل لما قلنا إن المقتضي هو الحلف اليمين ومن شرطه الحنث فمن لم يحنث لا يترتب عليه الحكم بعد ذلك وهو وجوب الكفارة أو لوجود مانع من الموانع التي سيأتي الإشارة لبعضها مثل أن أبا قتل ابنه فالحكم هو القصاص ولكن تخلف الحكم هنا طبعا المقتضي هو القتل والحكم هو القصاص لكن تخلف الحكم هنا لكون الجاني أبا للمجني عليه فوجود المانع يمنع من وجود الحكم فتخلف الحكم مع وجود المقتضي هذا استعمال بعض الفقهاء وهذا مباب يعني أن يدلنا على مسأس أشيرها عندما ننتهي من هذه الأصناف الثالث الحكمة نعم الثالث يعني الاستعمال الثالث مما يستعمل فيه الفقهاء معنى العلة قال وهو الحكمة أي حكمة الحكم وسأتي إن شاء الله تفصيلها في باب القياس ومعنى الحكمة هو المعنى المناسب الذي نشأ الحكم عنه أو شرع الحكم لأجله نعم كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والأبوات لمنع القصاص نعم قال كمشقة السفر للقصر والفطر فنقول إن المشقة للسفر والقصر علة مع أنها ليست مناطا بها الحكم وإنما هي حكمة وسأتي إن شاء الله تفصيلها ليصح التعليل في العلة القياسية بالحكمة أم لا سأتي إن شاء الله في محله فنقول حينئذ بناء على هذا الاستخدام أن بعض الفقه يقول والعلة في قصر الصلاة في السفر وجود المشقة لكن لو أردت أن تدقق في العبارة تقول والحكمة فهنا استخدم العلة بمعنى الحكمة والحكمة تارة يعلق بها الحكم وجودا وعدما وتارة لا يعلق وإنما تبقى مناسبة فقط لا يناطبها الحكم قال ومثله الفطر أي الفطر تكون علته وحكمته هي المشقة في السفر قال والدين لمنع الزكاة قوله والدين لمنع الزكاة مرادهم من كان مالكاً النصاب ثم كان عليه دين يستغرق ما له فعبروا بصورة واحدة من صور أثر الدين على النصاب لأن كل من كان عليه دين وكان الدين مما يعني يكون مؤثراً في الوعاء الزكوي فإنه يخصم من الوعاء الزكوي فلو أن الرجل مالك مئة والنصاب عشرة وعليه دين عشرون فإنه يزكي ثمانين لكن لو كان ماله مئة ودينه تسعون فإنه قد سقطت الزكاة عنه لأنه لا تجيب الزكاة إلا في عشرة والنصاب عشرون فهو أقل من النصاب وهذا معنى قولهم وكالدين لمنع الزكاة فإنه يكون حكمة وصورة ذلك أن نقول يعني كيف التالي به نقول إن الدين في ذمة المسلم الذي يملك النصاب فإنه إذا أنقص المال عن النصاب يكون علة لمنع وجوب الزكاة هو ليس علة في ذاته ولكنه حكمة وإلا فإنه يكون مالكا للنصاب في الحقيقة ولكن لما كان الدين الذي عريه مستغرقا المال كله أو أغلبه فيكون منقصا له عن النصاب فإنه يكون مسمى حينئذ علة نعم قال والأبوة لمنع القصص هل يتقدم فإنه يقال حينئذ أحيانا أن الأبوة علة مع أنها في الحقيقة مانع وإنما هي في الحقيقة لأجل كونها حكمة فعندما يعبر بعض فيقول إن كون الجان أبا للمجني عنه علة انتفاء القصاص هي حقيقتها حكمته لأن الشخص لا يقتص منه بجنايته على نفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فنزل لابن منزلة الجزء من النفس فحينئذ فإنه لا يقتص منه فهذه من باب الحكمة ولذلك دخلت فيها نعم الصنف الثاني السبب نعم الصنف الثاني من أصناف العالم المنصوب شرعا للتعريف بالحكم الشرعي قال هو السبب السبب كذلك أيضا يستخدم في استعمال الفقهة لأكثر من استخدام نذكره بعد قليل نعم قال وهو وهو لغة ما توصل به إلى الغرض نعم قوله وهو لغة ما توصل به إلى الغرض يعني هذا التعريف الذي ذكره المصنف تبع فيه الطوفي لأن الطوفي رجح هذا التعريف وترك التعريف الذي ذكره صاحب الروضة وكثير من الأصوليين حينما قالوا إن السبب هو الذي يحصل الحكم عنده لا به وهذا هو المشهور في كثير من كتب الأصوليين ولكن المصنف تبع الطوفي في تعريفه بقوله ما يتوصل به إلى الغرض قوله في تعريفه في اللغة بأنه ما يتوصل به أي أنه ليس هو الذي أوجب وإنما كان وسيلة وإذلك يجب أن نعرف أهم فرق بين السبب والعلة أن السبب ليس موجبا بنفسه وإنما هو وسيلة وذلك قال ما يتوصل به فهو وسيلة للوصول إلى الغرض وهذا أهم فرق يفرق فيه بين السبب والعلة في الاستخدام اللغوي فالعلة تكون موجبا لمعلولها بينما السبب ليس موجبا له وإنما هو يعني يتوصل به إليه فيكون كالأمار حينذاك واستعير شرعا لمعاني نعم واستعير شرعا أي واستعير شرعا من الاستخدام اللغوي ليس كالعلة استعير من استخدام العقلي وإنما استعير شرعا من الاستخدام اللغوي أو الوضع اللغوي بمعنى الأدق فنقل من الوضع اللغوي إلى التصرف الشرعي وقول المصنف استعير شرعا ليس ذلك المراد به في لسان الشارع وإنما المراد في لسان حملة الشرع وهم الفقهاء فالذي يتكلم عنه المصنف هو استعمال الفقهاء وحملة الشرع لا في الشرع نفسه وقول المصنف لمعاني أورد المصنف أربعة وسيذكرها بنصها أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فالأول سبب والثاني علة قال أحدها هنا عبر بالأحد ولم يعبر بالأول لأن قاعدة العلماء في الفقه والأصول إذا عبروا بالأول فمعنى أنه الأقوى أو الأكثر ولما عبر بأحدها فيدل على أنه مستوى فيما بعدها فلا مزية له على غيرها ومثله يقال أيضا في العلة وهذا أحدها الذي ذكر المصنف هو أول المعاني التي استعير له السبب الشرعي من الوضع اللغوي قال ما يقابل المباشرة فالسبب تكون في مقابل المباشرة وهذا الاستخدام كثير جدا عند الفقه وخاصة في باب الجنايات وفي باب الغصوب أي باب الغصب حينما يتكلمون عن السبب والمباشرة المتسبب والمباشر ولهم في المتسبب والمباشر حديث طويل وتفريعات كثيرة وقواعد متعلقة بهذا الأمر منها القاعدة التي أوردتها في أول حديث إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان على المباشر ولا يسقط ذلك العقوبة عن المتسبب وأما إن كان الجناية من متسبب ولا مباشر فالضمان على المتسبب حيث لا مباشر وفي بعض المواضع يجعل المتسبب كالمباشر كالمكره وقد يجتمع الضمان عليهم معا وهذا حديثها أظن يعني نتكلم عن بعضها باختصار في الزاد إذن فقول المصنف ما يقابل المباشرة هذا من أكثر استخدام الفقه في باب الجنايات ومثل له بمثال سهل قال كحفر البئر مع التردية يعني لو أن رجلا حفر بئرا ثم جاء آخر فرد أي رمى شخصا ثالثا في تلك البئر رمى فيها آدمي أو رمى فيها بهيمة فتلفت فالآدمي ضمانه بالقصاص أو الدية والبهيمة بضمانها بقيمتها فنقول إن حفر البئر سبب والحافر متسبب والتردية وهو الدفع مباشرة والدافع مباشر فحينئذ اجتمع السبب والمباشرة فيكون الضمان على المباشر وهذا معنى قوله فالأول وهو حفر البئر سبب أي سبب في الجناية والثاني وهو الدافع أو المردي والثاني علة فيكون علة القتل ولذلك جعلنا الضمان عليه لأنه هو المباشر إذن فاعل علة هو المباشر وهو الذي في الحقيقة قام بالجناية لأنه ينسب إليه لأنه هو الدافع الثاني علة العلة نعم قال الثاني أي من المعاني التي استعير لها لفظ السبب شرعا في لسان حملة الشرع قال علة العلة يعني أن السبب يطلق بمعنى علة العلة فتكون العلة لها علة موجودة فحينئذ تكون علة لها مثاله يعني أورد المصنف مثالا سأورد بعده مثالا آخر نعم كرمي هو سبب القتل وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق نعم يقول الشيخ كرمي لو أن رجلا رمى آخر بسهم فقتله فالعلماء يقولون إن علة قتله الرمي وبناء عليه فهذا الرمي إن كان بقصد الجناية وهذا الشرط الأول لها يعني أن يكون عمدا عدوانا والشرط الثاني أن يكون الرمي بمحدد أو مثقل ونحو ذلك من الآلات التي تكون قاتلة فإنه حينئذ العلة قد استوفت شرطيها فيها القوت فيقول إن الرمي هو العلة الحقيقة أن الرمي ليس هو علة القتل وإنما هو علة العلة وذلك يقول كالرمي هو سبب القتل أو عفوا نقول علة القتل هو سبب القتل الحقيقة هو علة العلة وليس سببا لها لذلك يقول هو علة الإصابة الذي قتل إنما هو الإصابة فهذا هو العلة ولم تحدث إصابة إلا لأجل الرمي فكان الرمي علة الإصابة والإصابة علة زهوق الروح فكان علة العلة حينئذ الثالث العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول قال الثالث يعني أن من استعمالات محملة الشريعة للسبب أنهم يسمون العلة بدون شرطها سببا فقول المصنف العلة هي التي تقدم ذكرها بدون شرطها أي بدون الشرط الذي يكون مصاحبا لها فحينئذ لما ذكرنا تذكرون في معنى العلة المعنى الثالث بأن العلة هي التي تكون المقتضي للحكم ولو بدون الشرط ولو تخلف معها الحكم فحينئذ يكون السبب بالمعنى الثالث مرادفا وموازيا للعلة بالمعنى الثالث ولذا الفقه قد يسمون العلة سببا بهذا المعنى نعم الرابع العلة الشرعية كاملة نعم هذا المعنى الرابع قال هو العلة الشرعية الكاملة وهو العلة المركبة من الأمور الأربعة وهو المعنى الأول مركبة من المقتضي ومركبة من الشرط ومركبة كذلك من المحل ومركبة كذلك من الأهل الذي يكون له أربعة أشياء تقدم ذكرها فإذا اجتمعت هذه الأمور سمية ساذبا قبل أن ننتقل للشرط نستفيد أن السبب يستخدمه الفقهاء بمعنى العلة في موضعين وفي موضعين يجعلونه علة العلة أو يعني يجعلونه معنا قريبا من العلة هذا واحد وهذا يدلنا على أن استخدام الفقهاء للسبب والعلة ليس مضطردا لمعنى واحد بل قد يتجوزون فيطلقون العلة على السبب والسبب على العلة بخلاف الاستخدام العقلي فإن الاستخدام العقلي يفرق بين العلة وبين السبب وأما الفقه فإن لهم تجوزا في هذا الباب ولذلك فإن أغلب استخدام الفقه لما كان متغايرا الثمر له قليل جدا لكن من الثمرات لا أقول من فيها لكن من الثمرات للتفريق بين السبب والعلة المسألة المشهورة جدا هل يجوز أن يتقدم الشيء على سببه أم لا فنقول إن كان ذاك السبب علة وهو المقتضي للحكم فإنه لا يجوز أن يتقدم عليه وإن كان ليس هو المقتضي وإنما كان هو أحد القيود المتعلقة به فيجوز أن يتقدم عليه وبعضهم سميه الشرط مثل مسألة الحنث فإن من حلف بالله عز وجل جاز له أن يكثر قبل أن يحنث بحديث نبي صلى الله عليه وسلم إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا في لفظ فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير والحديث في الصحيح من حيث بموسى ولذلك مثل أيضا يقال في الحج فإن الكفارات التي يعني الفدية يجوز فعلها قبل فعل المحظور لكن بشرط أن يكون محرما فلابد من وجود المقتضي وهو الدخول في النسك يعني هذه من أهم الثمرات المتعلقة بالتفريق بين السبب وبين العلة الصنف الثالث الشرط نعم النوع الثالث من خطاب الوضع هو الشرط وهو لغة العلامة ومنه جاء أشراطها نعم هذه واضحة الشرط في اللغة في الأصل أنه العلامة على الشيء ومنه سميت الشرطة شرطة لأنها تضع علامات على صدورها في الزمان الأول ومنه جاء قول الله عز وجل جاء أشراطها أي علاماتها أي العلامات الصغرى وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية نعم قوله ما يلزم قوله ما يلزم هذا يخرج السبب وسيأتي أيضا إخراج السبب في آخره لأن السبب لا يلزم منه نعم قوله ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر عبر بانتفاء الأمر لأن الشرط أحيانا قد يكون لحكم شرعي وقد يكون لحكم وضعي آخر وعبر المصنف بقوله ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر لكي يخرج المانع فإن المانع يلزم من وجوده انتفاء أمر بينما الشرط يلزم من انتفائه انتفاء أمر إذن الفرق بين المانع والشرط هي كلمة واحدة الشرط يلزم من وجوده انتفاء الأمر بينما الشرط هو يلزم من انتفائه وجود الأمر طيب قال على غير جهة السببية هذا القيد لكي يخرج السبب لأن السبب يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم يلزم عفوا لأن السبب لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من انتفائه النفي أما التي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من انتفائه النفي هي العلة الشرعية بمعنى المقتضي لكن السبب يلزم من انتفائه النفي فلما كان يشبه الشرط من أنه يلزم من انتفائه النفي زاد عبارة على غير جهة السببية لكي يخرج السبب فلا يكون داخلا في هذا التعريف ضرب المؤلف مثالين كالإحصان والحول ينتفي رجم والزكاة لانتفائهما نعم يقول كالإحصان بقيوده الأربع على المشور المذهب لأن المذهب يزيد قيودا على غيره إذا وجد الإحصان فإنه يكون شرطا للرجم لكن إن انتفى هذا الشرط فإنه لا رجم وإن تحققت باقي الشروط قد يوجد الإحصان لكن ينتفي شرط آخر مثل الشهود أو كمال النصاب بالإقرار فإنه لا بد أن يقر على نفسه أربعا وهكذا قال وكل حولي في الزكاة فإن الحول في الزكاة شرط أي حولان الحول وبناء عليه فإنهم يقولون لو لم يحل الحول فلا زكاة عليه بمعنى لا زكاة واجبة لكن يجوز له أن يقدمه على الشرط لأن المقتضي وهو ملك النصاب موجود قبله فيجوز تقدم الفعل على سببه وشرطه بشرط وجود المقتضي له وهو ملك النصاب وهو عقلي وهو أي شرط عقلي أي منه نوع عقلي ويسمى الشرط العقلي كالحياة للعلم قوله كالحياة للعلم لأنه لا يعقل أن هناك عالم إلا وهو حي فلا عالم إلا وهو حي وهذه من استدلالات العقلية لإثبات بعض الصفات الكمال الله عز وجل يستدل بها بعضهم فيقول أثبتنا علم الله عز وجل فنثبت الحياة له من باب الشرطية ولغوي أي الشرط اللغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه نعم قوله بلغوي مثل له بمثال قال كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه لو أن رجلا علق طلاق زوجته على دخول الدار قال إن دخلت الدار هذا التعليق تعليق لغوي فحيث وجد الدلالة اللغوية بأن دخلت هي الدار بما يصدق عليه لغة ذلك فإنه يكون شرطاً لوقوع الطلاق ومثله يقال أيضاً في العتق بعض الأصوريين أو كثير من الأصوريين عدد من الأصوريين كان يرى أن الشرط اللغوي لا يسمى شرطاً وإنما هو من باب الأسباب فيرى أن الشرط اللغوي ومثله العادي إن قيل بالشرط العادي إنما هو من قبيل الأسباب وليس من قبيل الشروط والسبب في ذلك ما تقدم ذكره في الفرق بين السبب وبين الشرط فذكروا أنه يلزم من وجود الشرط اللغوي وجود المسبب ويلزم من عدمه العدم بخلاف الشرط اللغوية فإنه لا يلزم من وجوده الوجود نعم وشرعي نعم وشرعي أي شرط شرعي كالطهارة للصلاة نعم لأن الطهارة يلزم من انتفائها عدم صحة الصلاة ولكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاة أو صحتها لأن قد يكون هناك سبب آخر يكون مبطل للصلاة وعكسه المانع نعم قوله وعكسه أي وعكس الشرط وتقدم الحديث عن كلمة وعكسه تحتمل أن تكون الصنف الرابع وتحتمل أن تكون داخلة في الصنف الثالث وهو الشرط وقول المصنف وعكسه يدلنا على أن المانع عكس الشرط فينتفي الحكم بوجوده بينما الشرط ينتفي الحكم بانتفائه فهذا هو وجه العكسية فيه أما وجه الاتفاق بين المانع وبين الشرط أننا نقول إن وجود المانع وانتفاء الشرط كلاهما سواء في انتفاء الحكم فإن الحكم ينتفي عند انتفاء الشرط وعند وجود المانع كما أنهما يتفقان أعني وجود الشرط وانتفاء المانع اللي هو عكس السابقة ينتفقان في أنه لا يلزم منهما وجود الحكم ولا يلزم منهما أيضا عدمه وإنما يلزم عند انتفاء الشرط ووجود المانع الذي تقدم ذكره قبل قليل قبل أن ننتقل لتعريف الكلام المصنف هنا لما قلنا إن الشرط والمانع يشتركان في أمرين ويختلفان في أمر جعل كثيرا من الفقهة يعدون انتفاء المانع شرطا وهذا هو أغلب استخدام الفقهة فإن أغلب استخدام الفقهة أنهم يذكرون في الشروط انتفاء الموانع فعلى سبيل المثال يقولون من شرطه التكليف وبعضهم يقول أن لا يكون مجنونا فالجنون طالد فيكون مانعا ولذا فإن انتفاء الموانع يعد من الشروط وهو أكثر استخدام الفقهة فيجعلون انتفاء المانع شرطا فإذا عددوا الشروط ذكروا فيه الموانع وذلك عندهم كلمة مشهورة يقولون إن عدم الشرط مانع من موانع الحكم وعدم المانع شرط من شروط ثبوت الحكم هذه كلمة مشهورة جدا يكررونها في هذه المسألة طبعا هذا هو الأشر عند الفقهة في استخدامهم خالف في ذلك القرافي فكان له رأي في هذه المسألة ويرى أن هناك فرقا بين الشرط وبين المانع ووجه الفرق بينهما فقال أنه إذا شك في الشرط أو شك في المانع فإنه يختلف الحكم فحيث شككنا في الشرط فإنه لا يثبت المشروط لأنه لا بد من تيقن وجود الشرط من شك هل دخل الوقت أم لا فنقول لا تصح صلاته حتى يتيقن يمضي من الوقت ما يتيقن أنه قد دخل وقت الصلاة بخلاف الشك في وجود المانع فإنه لا عبرة به فيثبت الحكم مع وجود الشك فقال فرقنا بين الشك في انتفاء المانع والشك في وجود الشرط فأثر في الحكم فيجب التفريق بينهما ولو قلنا إنهما واحد لجمعنا بين نقيضين أحدهما يؤثر فيه الشك والثاني لا يؤثر أضرب لك مثالا هلك هالك وهذا الهالك نظرنا في ماله هل يورث أم لا فنقول إنه إذا كان مسلما وشككنا في ردته هل ارتد أم لا فنحن شاكون في الردة فحينئذ نقول يريث ورثته المسلمون ما له لأننا شاكون في المانع ولا عبرة بالشك في الموانع بينما لو كان العكس رجل غير مسلم ثم هلك وشككنا في وجود الشرط وهو إسلامه إذ الشرط اتحاد الدين والمانع اختلاف الدين فحينئذ نقول لما شككنا في وجود الشرط فإنهم لا يريثون للشك في وجود الشرط هذا كلام القرافي طبعا أطال بن القيم رحمه الله تعالى فالرد عليه وقال هذا غير صحيح بل الشرط والمانع سوا وإنما يعني جعلنا فرقا في الشك لأن الشك لا ينقل عن الأصل فلما كان فلما كان الذي يحكم بوجود الشرط مستصحب العدم حينئذ نقول لا عبرة بالشك الطالة فحينئذ لم نعتبر وجود الشك في الشرط بينما المانع هو مستصحب للحكم الأول فحينئذ يعني اعتبرنا الحكم الأول في هذه المسألة نعم له كلام طويل جدا ونسبه لنفسه ابن القيم في بداع الفوائد فقال قلت وفائدة ذلك أن ابن القيم في بداع الفوائد إذا لم يقل قلت فأحيانا قد تكون قليلة قد يكون قد استفادها من غيره وخاصة في المباحث اللغوية كالسهيلي صاحب الأمالي وغيره إذا شك في وجود الإسلام يورث إذا شك في هل هو مسلم أم ليس بمسلم شك في الشرط لا ما يورث وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم نعم قال وهو أي المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم يعني لا يلزم يلزم أنه إذا وجد انتفاء الحكم وعدم صحته الفقه يعقدون أبوابا للموانع فيقول عن سبيل المثال موانع القصاص موانع صحة لا موانع قبول الشهادة وهكذا يعني يذكرون أبوابا كثيرة جدا موانع الإرث ذكرناها قبل قليل ثلاثة نعم والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع نعم هذه المسألة المسألة المهمة وما بعدها يكون سهل وهي قضية الفرق بين الصحة والفساد قول المصنف والصحة والفساد هذه من الألفاظ التي ذكر الشيخ تقي الدين ونقلها عنه بدر الدين الزركشي في البحر المحيط وأقره عليها أن هذان اللفظان أن هذين اللفظين وهي الصحة والفساد ليست موجودة في نصوص الشر وإنما هي من اصطلاح الفقهة وتواضعهم بهذا التعبير بتعبير الصحة والفساد وإلا فالأصل أن الشرع إنما يعبر بالحق والباطل كما قال الشيخ وأما الصحة والفساد فإنما هي من اصطلاح الفقهة ولا مشاحة في الاستلاح وقوله عندنا يدلنا على أن هذا الحكم هو عند فقهاء الحنابلة وأما الأقوال تسيردها بعد ذلك فإنها عند غيرهم وقوله من باب خطاب الوضع أي أن الصحة والفساد تعد من أنواع خطاب الوضع ولكنها ليست من العلامات الأربع التي تقدم ذكرها وسبب كونها من خطاب الوضع قالوا لأنها حكم من الشارع على العبادات والعقود وإن كانت متأخرة إلا أنه يبنى عليها أحكام تكلفية ففي العبادات يحكم يبنى عليها الإعادة أو وجوب الإعادة وفي المعاقدات ينبني عليها وجوب الضمان ووجوب رد المال وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الأمر فكانت الصحة والفساد عندها يظهر حكم تكلف فكانت حكما وضعيا نعم وقيل معنى الصحة الإباحة والبطلان الحرمة نعم قال وقيلة أي من قال هذا القول فإنه يقول إنها ليست خطابا وضعيا وإنما هي حكم تكليفي فحينئذ تكون الصحة بمعنى الإباحة أي الجواز قال والبطلان بمعنى الحرمة وقد رد على ذلك فقال إن هذا لا يصح لأن الصحة علة والإباحة معلول والعلة لا تكون معلولة وإنما هي مغايرة لها وإذلك هذا القول يعني ضعيف جدا نعم وقال وقيلة وقيلة هما أمر عقلي نعم قال وقيلة هذا القول هو الذي قاله ابن الحاجب في مختصره المنتهى وقد قيل إنه لم يسبقه أحد لقوله إنها أمر عقلي لكن نقل ابن دقيق العيد أن جده وذكر اسمه السيد اسم الآن قد قال بهذا القول ومعنى قوله أنها أمر عقلي بمعنى أنها ليست حكم وضعي ولا حكم تكليفي وإنما إذا وجد القيود ووجد حد الصحة من الشروط وغيرها فإنه يحكم بالصحة عقلا أو يحكم بالفساد عند انتفاء الحد والقيود التي تقيد الصحة نعم فالصحة في العبادات وقوع الفعل كافي في سقوط القضاء عند الفقهاء نعم بدأ يتكلم المصنف في حد الصحة في عند الفقه وقد ذكر المصنف هنا تبعاً ابن الحاجب والطوفي والطوفي أيضاً كان ينقل من ابن الحاجب كثيراً بدأ يتكلم عن حد الصحة وقسمه إلى قسمين في العبادات وفي المعاملات وهذا التقسيم الذي مشى عليه المصنف في تقسيم الصحة إلى عادات وعبادات يعني ذكره بعضهم وإن كان المرداوي قال يمكن أن نجعل له ضابطاً يجمع الأثنين سأشير له بعدما ننتهي من الحدين بدأ يتكلم المصنف قال فالصحة في العبادات ثم ذكر حداً عند الفقهة وآخر عند المتكلمين وهذا يدلنا على أن الفقهاء أو أن العلماء قد اختلفوا في حد الصحة في العبادات مع اتفاقهم على حد الصحة في المعاملات فأما في العبادات فإن لهم قولين القول الأول قالوا هو وقوع الفعل أي فعل العبادة كافياً في سقوط القضاء قوله كافياً في السقوط القضاء بمعنى أن فعل العبادة إذا لم يوجب شرعاً قضاءها فإن معنى ذلك أنها صحيحة وإن قلنا إنه يجب قضاء العبادة فإنها حينئذ نقول إنها فاسدة قال وهذا عند الفقهاء بمعنى أن هذا هو استعمال الفقهاء وقد نص على أن هذا هو استعمال الفقهاء كثير من فقهاء الحنابل كابل نصر الله في حاشية على المحرر ومنهم الشيخ تقي الدين قبل الشيخ وكلاهما يعني لا أبنى نصر الله معاصر مؤلف لكن الشيخ تقي الدين متقدم على المؤلف وقال إن هذا هو الصحيح والباطل في عرف الفقهاء نعم وعند المتكلمين موافقة الأمر قول وعند المتكلمين أي في علم الأصول هو موافقة الأمر يعني موافقة الفعل لأمر الشارع ومعنى كونه موافقا أي في ظن المكلف لا في الحقيقة لأنه في الحقيقة لا يعلمه أحد فلو قلنا إن في حقيقة الأمر لما حكم بصحة عبادة في الغالب وذلك يقولون إن المراد بالموافقة في ظن المكلف في ظن المكلف سواء وافق حقيقة الأمر أو لم يوافقه وهذا التعريف الذي هو عند المتكلمين يعني ذكر كثير من الحنابلة ومشى عليه منهم أبو علي العكبري في رسالة في الأصول فقد ذكر تعريفا قريبا من هذا حينما قال الصحيح ما طابق العقل والنقل فقوله ما طابق النقل أي كان موافق للأمر الشرعي ومثله أيضا الطوفي وقد ذكر الطوفي أن تعريف المتكلمين أعم من تعريف الفقه فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني للأول نعم يقول الشيخ إن من صلى صلاة يظن فيها أنه طاهر من الحدث وعبرت بالحدث دون الطهارة من النجاسة لأن الطهارة النجاسة فيها خلاف على قولين البناء على الظن فيها طبعا بس للفائدة المذهب نخرج مسألة فقهية المذهب يقولون أو يكاد يكون اتفاقا فيما أعلم أن من صلى ظن أنه طاهر فبان أنه محدث بطلت صلاته لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى هذا ما يتعلق بالحدث وأما من صلى ظن طهارته من النجاسة من حدث النجاسة فبان بخلافه فالمذهب فيه روايتا قيل إنه ملحق بالحدث الأول وقيل إنه ليس ملحقا به بل يعفى عن ظنه وسبب الخلاف أننا نقول إن الطهارة من الحدث شرط وأما الطهارة من النجاسة فعلى المشهور أنها شرط ولذلك لما عدوا شروط الشروط الصلاة قالوا واجتناب النجاسة وأما على الرواية الثانية فقالوا إن اجتناب النجاسة ليس شرطا وإنما هو واجب والقاعدة أن الشروط لا يعذر فيها بالنسيان بخلاف الواجبات فقط هذا الصراط الذي ذكرته لكي أقول لك أن عندما أقول ظن الطهارة على المذهب الطهارة من الحدث ومن النجاس وأما على الرواية الثانية فهو خاص بالحدث قال من صلى ظن طهارته ثم بانت ثم بان له أنه لم يكو على طهارة فعلى قول المتكلمين هي صحيحة لأنه وافق الأمر وعلى الأول أي على القول الأول أنها ليست بصحيحة لأنه يجب عليه القضاء للحديث حديث بن عمر رضي الله عنه المعروف نعم والقضاء واجب على القولين عند الأكثر قوله واجب على القولين أي على قول المتكلمين وعلى قول الفقه أما الفقه فواضح لأنه ليس بصحيح بل هو فاسد وأما على قول المتكلمين فإنهم يقولون هي صلاة صحيحة ويجب معها القضاء وذلك يقولون لا تلازم عند المتكلمين بين القضاء وبين الصحة وقوله عند الأكثر لأن بعضا من الأصوليين نقل عن بعض المتكلمين أنه قال إن الصحيحة عندهم لا يجب فيها القضاء فمن صلى ظن انطهارته وبان على خلافها لا يجب عليه القضاء نقل هذا عن بعض المتكلمين وأنكره كثير من الأصولين وقالوا هذا فيه نظر هذه من جهة آخر قبل أن ننتقل المسألة بعدها هل الخلاف بين المتكلمين والأصوليين له ثمرة أم لا وخاصة إذا قلنا إنه يجب القضاء على قولين كثير من الأصوليين يقول ومنهم الطوفي والمرداوي وكثيرون يقولون إن الخلاف فيها خلاف لفظي أو كاللفظي هذه عبارة الطوفي هو الخلاف لفظي أو كاللفظي وهذا الذي جزم به غير الحنابل كالقرافي والسبكي ومن المالكية أيضا ابن جزي وغيرهم وقالوا إنه لا ثمرة لهذه المسألة خالف في ذلك الزركشي في شرحه لجمع الجوامع ومن قاسم العبادي فقالوا بل إن لها ثمرة والثمرة عندهم تكون معنوية قالوا لأن هذه المسألة مبنية على المسألة تقدم ذكرها في باب القضاء حينما قالوا هل القضاء يكون بأمر جديد أو بالأمر الأول فيكون ثمرة هذه المسألة ثمرة أصولية وليست ثمرة فقهية نعم وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها نعم قول المصنف وفي المعاملات أي يفرق بين الصحة والفساد في المعاملات عند الجميع والمعاملات تشمل سائر المعاملات كالبيوع والرهون والإيجارة وغيرها بل ويدخل فيها أيضا النكاح لأنه من أنواع المعاملات ضابط التفريق بينهما أن الصحيح ما ترتبت أحكامها المقصودة بها عليها نأخذها لنعرف عود الضمائر ترتب بمعنى أنه يكون عليه أثرا مترتبا على هذه المعاقدة وقوله أحكامها الضمير هنا يعود إلى المعاقدة أو المعاملة فنقول معاملة لأنه قال المعاملات فنقول يعود إلى المعاملة ترتب أحكام المعاملة المقصودة بها أي المقصودة بهذه المعاملة والحكم المقصود هو الذي يسميه فقهاؤنا بأثار العقد أو يسمونه مقتضى العقد فإن لكل عقد مقتضى حيث وجد العقد اقتضى فعلى سبيل المثال البيع مقتضى نقل الملك إلى المشتري ومن مقتضى جواز الانتفاع بالعين المعقود عليها أو المباعة النكاح مقتضاه التمكين ومن مقتضى النكاح السكن والرغبة كما قال ابن عمر إنما النكاح الرغبة هذا يسمى مقتضى العقد ولا يصح أن نقول إن مقتضى العقد الولد وإنما هو من لوازم المقتضى أشعر ذلك بعض الأصوليين قال ترتب أحكامها المقصودة لكن نقول نسبة الولد تصح أن تكون مقتضى نسبة الولد قد تكون مقتضى من مقتضيات العقد نعم قال ترتب أحكامها المقصودة بها أي بالعقد عليها أي على المعاقدة فإذا عقدت المعاقدة فإنه يترتب عليها جميع تلك الآثار من الأمثلة المترتبة على أن هذا التعرف هو للصحيح العلماء يقولون إن أنكحة الكفار صحيحة مع أنها لم تستوفي الشروط الشرعية بلا ولي وبلا شروط فحينئذ نقول إنها صحيحة لماذا؟ لأنه ترتبت عليه أحكامها فنسبنا الولد لأبيه ورتبنا وقلنا إنه لا يثبت فيه زنا فلا يكون زانيا الذي نكح امرأة مشركة وهو مشرك وهكذا من الأحكام الأخرى المتعلقة بها من الأحكام أيضا متعلقة على هذا الحد الفقهية وهي من الثمرات الكبيرة المبنية على هذا التعريف أن فقهاءنا في المعتمد يقولون إن كل يمين لا تكون صحيحة بأن كانت ليست بالله عز وجل فإنها تكون غير مكفرة فليس فيها كفارة إذا حنث لأنها كبيرة من كبائل الذنوب وقد ثبت عن ابن عباء مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وفي ترمذ كما تعلمون من حيث ابن عمر رضي الله عنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك في المقصود أنه ليس تهوينا بالحلف بغير الله وإنما هو نفي الحكم المترتب على الحلف بالله وهو الحنث من الكفارة ونحوها وهكذا الأحكام شبيهة مثل نظر المعصية عندنا ليس بلازم ومن نظر أن يعصي لها فلا يعصه هل تلزم فيه كفارة يمين أم لا فيها روايتان من قال إنه لا كفارة اضطرد المسألة ولا خلاف ومن قال إنه فيها كفارة قال لمطلق الإلزام فتكون إلغاء للمنذور وإبقاء للنذر والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على رأيين طيب قبل أن ننتقل المسألة بطلان يعني طراء في ذهن مسألة هنا ذكر المصنف أن المعاملة الصحيحة هي التي رتبت أحكامها المقصودة عليها مفهوم ذلك أن الفاسد هو الذي لم تترتب عليه الأحكام المقصودة به وهذا الكلام أغلبي وليس كلي لأن بعض العقود الفاسدة تثبت فيها بعض الأحكام وعند فقهائنا لا يثبت على العقد الفاسد إلا حكم واحد وهو الضمان فمن قبض مالا بعقد فاسد فإنه يكون ضامنا له أي يده يد ضمان عليه ولا تكون يده عليه يد أمانه هذا هو الأثر الوحيد الذي يتعلق بالعقود الفاسدة التي شابه بها الصحيحة وذلك بعض الفقهان أشرت له لماذا؟ لأن بعض الإخوان يقول أجد في كلام الفقهة أنهم يقولون إن فاسد العقود كصحيحها هل معنى ذلك أنهم رتبوا عليها جميع الأحكام؟ نقول لا وقد نص بعض المحشين كالخلوة أن قول الفقهة فاسد العقود كصحيحها إنما هو خاص بالضمان دون سائر الأحكام فإنه لا يترتب على الفاسد أي حكم من أحكام الصحيح إلا الضمان فقط هذه فائدة من باب الاستثناء نعم وهذا دلنا على أن قول الأصوليين إن القاعدة الأصولية لا استثناء لها غير صحيح بل إن لها استثناء كالقاعدة الفقهية في بعض الأحيان وقد ألفت تعلمون كتب في الاستثناء الأصولي والاستثناء الفقهي والاستثناء الفقهي أيضا كثير نعم والبطلان والفساد مترادثان يقابلانها على الرأيين نعم قال والبطلان والفساد مترادثان يعني أنهم يستخدمان بمعنى واحد يقابلانها أي يقابلان الصحة فيكون الفاسد والباطل مقابلا للصحة فلا يترتب عليه الأثر كما تقدم فيما سبق قال على الرأيين أي على الرأيين في العبادات والمعاملات سيتكلم عنها بعد قريب طيب قبل أن ننتقل المسألة بعدها وهي قول الحنفية قول المصنف إن الفساد والبطلان مترادفان نقول فيها مثل ما قلنا في السنة والمندوب لما قال إنهما مترادفان نقول هناك ذلك فإن البطلان والفساد مترادفان باعتبار المعنى المتقدم أنه لا يترتب عليها أثر من آثار العقد الصحيح هذا معناء الترادف وأما من حيث استعمال الفقهاء فإن فقهاءنا يفرقون بين الباطل والفاسد في بعض الأبواب وخاصة في باب النكاح وباب الكتابة وبعضهم يزيد باب الخلع وبعضهم يزيد باب الحج ولكن الأغلب والأكثر عند المتأخرين لا يستخدمون التفريق بين الفاسد والباطل إلا في بابين نص على ذلك صاحب شرح الغاية في باب النكاح وفي باب النكاح وفي باب الكتابة طيب ما هو معيارهم في التفريق فلستعمال المعنى المتقدم متفق بين الفاسد والباطل طبعا المؤلف له قاعدة جميلة جدا أفرد لها مبحثا كاملا في كتابه القواعد وذكر أمثلة كثيرة في التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنابلة لكن سأذكر معياره فقط عدد من فقهاء الحنابلة المحققين أراد أن يجعل معيارا لتفريق الحنابلة بين الفاسد والباطل في هذين البابين خصوصا فالمعيار الأول هو ما ذكره المرداوي فقد ذكر أن الغالب عند فقهائنا أنهم إذا حكموا على مسألة بكونها باطلة وأخرى في نفس الباب على عقد أو تصرف بأنه فاسد وفي نفس الباب بأنه باطل وغاير بينهما فإن غالب السبب في ذلك أن ما كان مختلف فيه بين العلماء فإنه يكون فاسدا وما كان متفقا عليه بينهم فيه فإنه يكون باطلا ويلحق بالمتفق عليه ما كان الخلاف فيه ضعيفا إما لقوة الدليل أو لأن الخلاف فيه شاذ وضعيف شديد الضعف وهذه من أقوى آثار مراعاة الخلاف عند الحنابلة إضافة ما سبق في التفريق بينها لما قلنا أن الكراها أربعة أمور ومنها المشتبه لمراعاة الخلاف هنا أيضا يفرقون بين الفاسد والباطل مراعاة للخلاف ولذلك فإنهم يرتبون على النكاح الفاسد بعض أحكامه وأما الباطل فلا يرتبون عليه شيئا من الأحكام فالنكاح الفاسد يثبتون فيه الولد نسب الولد والنكاح الفاسد يلحقون فيه الطلاق وكذلك الباطل يلحقون فيه الطلاق على رواية في المذهب أيضا النكاح الفاسد أيضا لا يجيبون أعف ولا يثبتون فيه الحد لمن نكح امرأة بلا ولي مراعاة لخلاف أبي حنيفة أو بلا شهود مراعاة أو كان نكاح سر يعني مراعاة لخلاف بعضهم بلا شهود على قول المالكية ولكاح سر على خلاف بعضهم وهكذا من المسهل فلا يجيبون به الحد هذا القول الأول يعني من التفريق بينهما القول الثاني وجدته عند بعض المحشين المتأخرين بعض المحشين عن المنتهى نقلوه عن بعض فقه المذهب قالوا إن الباطل هو مختل ركن من أركانه وأما الفاسد فإنه مختل شرط من شروطه هكذا ذكر ذكره بعض المحشين عن المنتهى من المتأخرين ونسبه لكتاب الغاية ولم أجد ذلك عند أحد المتقدم الأصولين وتحتاج إلى مراجعة يعني ما مراده بكتاب الغاية في هذه المسألة نعم قال والباطل والفاسد المترادفان عرفناها يقابلانها أي يقابلان الصحة فيما تقدم فيكونان عكسا لها فيقال عكس الصحيح فاسد وعكس الصحيح باطل قال على الرأي المتقدمين نعم وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله وصفه كبرع ملاقيح باطلة وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا نعم يقول الشيخ وسمى الحنفيته أي فقهاء الحنفية وبعض علماء للصول يقول إن هذا الاجتهاد والتقسيم هو خاص بأبي حنفة وحده ولكن الحنفية كثيرا ما يريدون هذا التقسيم وخاصة يذكرونه دائما في أول كتاب البيوع فأغلب شروح الكنز في أول كتاب البيوع يذكرون هذا التقسيم الحنفية يقولون إن عقود البيوع أربعة أنواع ما كان مشروعا بأصله ووصفه فإنه صحيح النوع الثاني ما كان مشروعا بأصله فقط دون وصفه فإنه يسمى الفاسد النوع الثالث ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه فإنه حينئذ يسمى الباطل عندهم الأمر الرابع ما كان مشروعا بأصله ووصفه لكنه جاور منهيا عنه فيسمى مكروها إذن هذا تقسيم الحنفية المشهور عندهم نأتي بأمثلة يقول مصنف وسمى الحنفية وهذا هو الصحيح أصوب من من قال أبو حنيفة ومن قال أبو حنيفة أصاب فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال بذلك ثم تبعه أصحابه قال وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه يعني أن أصل العقد منهي عنه ووصفه كذلك والوصف تابع له يكون حينئذ باطلا مثل له قال كبيع الملاقيح فكل عقد بيع اختل فيه ركن بأن لم يتلفظ بالصيغة فاكتفيت بالصيغة لأن حنفي لا يرون الركن إلا للصيغة فقط خلاف الجمهور الجمهور يرون أن الأركان أربع في العقود الصيغة والعاقدان والمعقود عليه فأصبح الثلاثة العاقدان والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن عليه والمثمن فأصبح الثلاثة أو خمسة إن أردت التفصيل طيب فإذا فقد الركن وهو الصيغة ولم يتكلم فإنه لا يصلح العقد فيكون غير مشروع بأصله ولا فصله أو فقد شرط من شروط العقد كالقدرة على التسليم أو العلم المعقود عليه مثاله بيع الملاقيح بيع الملاقيح هي بيع حمل الحمل الذي يكون في بطن الشات والناقة عندهم هذا عقد باطل وليس فاسدا طيب قال فيكون باطلا وما شرع بأصله دون وصفه يعني أن أصله مشروع لكن طرأ عليه نهي متعلق بصفته فيكون فاسدا من أشهر الأمثل عندهم الربا فإن الربا عندهم فاسد وليس بباطل طيب انتبه لها المسألة بعض الناس في هذا الزمان الذي يأخذ نصف معلومة فما أهلك الناس في أبدانهم إلا نصف الطبيب علم نصف معلومة فأهلك الناس في أبدانهم وما أهلك الناس في لسانهم إلا نصف اللغوي فإنه عرف نصف المعلومة ثم أخطأ في الباقي وما أهلك الناس في أديانهم إلا نصف الفقيه الذي أخذ نصف المعلومة بعض الناس يقول إن الربا عند الحنفية فاسد وبنان على ذلك فبدأ يهون في أمر الربا وقد كذب فإنهم لما قالوا إنه فاسد فإنهم يبنون على التفريق بين الفاسد والباطل حكمان أساسيا الحكم الأول عندهم أن العقد الباطل لا يمكن تصحيحه بخلاف العقد الفاسد فإن العقد الفاسد يصح يمكن تصحيحه ولذلك فإن من أخذ مالا بالربا نصحيحه فنقول يكون قرضا وحينئذ ما عقدته من زيادة لا ترد إلى صاحب المال فيكون من باب التصحيح الجمهور يقول لا نصحيحه وإنما نقول هو في يدك يد ضمان ضمان وليس يد أمانه وإنما هو يد ضمان لأنه مقبوض بعقد فاسد أي باطل لا فرق بين الفاسد وباطل عندهم في هذا الموضوع فحينئذ يكون في يدك يد الضمان فترده إلى صاحبه النتيجة قد تكون متقاربة في هذا العقد الفرق الثاني عندهم أنهم يقولون إنما قبض بالعقد الفاسد فإنه تصح اليد عليه بخلاف الباطل فلا تصح اليد عليه فضل قال والعزيمة لغة القصد المؤكد نعم هذا آخر مسأل عندنا اليوم وهو العزيمة والرخصة والعزيمة والرخصة هل هما من الأحكام الوضعية أم هما من الأحكام التكليفية ظاهر صنيعي المصنف والحنابل أنهم يعدونها من الأحكام التكليفية ولا يعدونها من الأحكام الوضعية وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف قال المصنف والعزيمة طبعا والرخصة كذلك هذا ليس كما هو ظاهر كلاما أنها من حكام التكريب ليس من حكام وضعية وإنما أوردها هنا لأنها قالوا من لواحق الأحكام الوضعية ليست حكما وضعيا في ذاتها وإنما هي من لواحقها أي تتبع الحكم الوضعي فكما أن الفعل بعد انتهائه يسمى صحيحا وفاسدا فإننا نحكم على الفعل بأنه رخصة أو عزيمة كذلك وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خاد عن معارض الواجح قول مصنف الحكم عبر بهذا التعبير ليشمل أمرين فعل الواجب وتحريم المحرم وكذلك أيضا ندخل فيها أيضا كراهة المكروه وندب المندوب فيشمل جميع الأمور الأربعة يعني من الأمثلة المشهورة على المذهب أو من الأمثلة المشهورة في النص لما جاء في سجدة سورة صاد هل هي من عزائم القرآن أم ليست من عزائمه فيه وجهان عند الفقه هل هي من العزائم أم ليست من العزائم معنى كونها من العزائم أي أنها حكم ثابت بدليل شرعي يندب عندها السجود فتكون من سجود التلاوة إذا قلنا إنها من عزائم القرآن أي تكون حكما ثابتا بدليل شرعي وهذه هي الرواية الثانية في المذهب استظهرها بمثلح الفرود وأما مشهور المذهب فإن السجدة التي في سورة صاد ليست من عزائم القرآن وإنما هي سجدة شكر وبنان عليه فالمشهور مذهب الأحمد والمعتمد عندهم أن من سجد هذه السجدة في صلاته بطلت صلاته إلا أن يكون متأولا أو جاهلا لا حتى جاهلا عندهم في شكال لأنهم يرونها زيادة لا يعبر بالجهل لكن إلا أن يكون يعني يرى القول الثاني متأولا أو جاهلا لأنها من خلاف قد يقال بالخلاف القوي في المسألة قد يقال بذلك نعم قال ما ثبت على خلاف دليل نعم قال ما الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح دليل شرعي يحترز به ما ثبت بدليل عقلي مثل الاستصحاب فإنه قد ثبت بدليل عقلي وقولهم خال عن معارض راجح لأنه إذا كان المعارض مساويا أو كان المعارض مرجوحا فإنه لا يصار إليه حينئذ وإنما يبحث عن مرجح خارجي نعم وقيل ما لزم بإلزام الله تعالى من غير المخالفة دليل شرعي نعم هذا التعريف لقوله وقيله هو الذي قال به ابن مفلح وابن حمدان وسبقهم إليه ابن الحاجب وأخذوه من ابن الحاجب قال ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي هذا فيه نظر لأن العزيمة عندنا تصدق على السنة وتصدق على الواجب ودليلهم صورة صاد فإن صورة صاد هي سجد تلاوة وهل هي عزيمة أم لا تتبع عزيمة فيها وجهان وقوله ما لزم يدل على أنها واجب وليس كذلك نعم وقيل طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي نعم قال وقيل هذا القول نسبه المؤلف في القواعد القرافي فقال طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي من عيب هذا الحد الثالث أنه يجعل العزيمة خاصة بالواجب والمندوب لأنه قال طلب الفعل ولم يدخل فيه أو لا يدخل فيه المحرم ولا المكروه بخلاف الحد الأول فإنه يشمل الأمور أربعة كما ذكرت ورخصة لغة السهولة نعم هي السهولة في استخدام العرب الأوائل وشرعا ما تبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الواجح نعم الرخصة تستعمل عند العلماء بمعنيين المعنى الأول هو المراد هنا وسنرجع له وقلت أنه الأول لأنه هو المقصود في كتب الأصول المعنى الثاني بمعنى الأسهل وليس هو المراد في كتب الأصول في هذا الموضوع وإن أشار إليه باب الاجتهاد والتقليد وهذا الذي قصده الأوزاعي حينما قال من تتبع الرخص فقد تزندق فالرخص في كلام الأوزاعي أظنه الأوزاعي أولي مالك لأحدهما لأن أحدهما قال من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله والثاني قال من تتبع الرخص فقد تزندق الرخص هنا قصدهم القول الأسهل فإن كل امرئ له قول أسهل فمن أخذ قول الأسهل عند العراقيين وعند الشاميين وعند المدنيين وعند المكيين وغيره من علماء الأمصار فإنه يجتمع فيه الشر كله وليس هذا المراد هنا ولذلك لما اشتركت الألفاظ عند بعض من نقص علمه ظن أن القول أن الأخذ بشواد العلم التي فيها السهولة هي الأخذ بالرخص الممدوحة وليس ذلك كذلك وإنما هذا مذموم وهذا سبب الدخل على بعض الناس إنما هو الاشتراك في الألفاظ نعم قال وشرعا أي الرخصة ما ثبت لا بد أن يكون قد ثبت بدليل لا بمجرد التوهم قال ما ثبت على خلاف دليل أي أن الأصل الأول ثابت بدليل ثم جاء دليل آخر شرعي فاستثنى صورة أو حالة على خلافه وقول المصنف على خلاف دليل يدلنا على أن الدليل إذا دل بما يوافق الدليل الأول فإنه يكون حينئذ الدليل الثاني مؤيدا للعزيمة الأولى فيكون من باب العزائم قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح أي أن هذا الاستثناء وهذه الصورة التي استثرت من الأصل بدليل شرعي إنما يكون من باب الدليل شرعي الراجح للمرجوح أو المساوي ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند ضرورا قول المصنف ومنها أي ومن الرخص قد ذكر المصنف ثلاثة أقسام سندكرها بعد قليل وهو الواجب والمندوب والمباح ويذكر فقهاؤنا قسم الرابعا وهو الرخص التي يكون الأفضل تركها ولا يقولون إنها مكروها وإنما يقولون ما كان الأفضل تركه هنا ذكر المصنف رخص يجب فعلها ويندب فعلها ويباح فعلها أضرب مثالا بسبب للرخصة تجتمع فيه الأربع وهو السفر فإن الرخص في السفر متعددة منها المسعى الخفين لمدة ثلاثة أيام بلياليهن الجمع والقصر وترك السنن الرواتب وغير ذلك من الرخص هذه الرخص تنقسم إلى أحوال النوع الأول رخص يجب فعلها مثال ذلك لو أن امرأ كان مسافرا وكان الماء الذي معه قليل لا يكفي إلا لنفسه فإنه حينئذ يجب عليه أن يترخص بأن يتيمم وهذه الرخصة وإن كانت في الأصل شريعت في السفر إلا أنها بعد ذلك صارت رخصة عامة في السفر وفي الحضر وإنما خصصتها بالسفر لأن الأصل أنها شريعت في السفر هذه الرخصة الواجبة النوع الثاني الرخصة التي تكون مندوبة التي يندب إلى فعلها فهي كثير منها الجمع بين عفوا القصر الصلاة فإن قصر الصلاة مندوب إليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر قط إلا وقصر الصلاة فيندب قصر الصلاة في السهر فتكون رخصة مندوبة وما ترك القصر إلا بعض الصحابة كعائشة وعثمان رضي الله عنهم لما ظن حديث العهد بالإسلام من الأعراب وغيرهم أن القصر في السفر واجب وهذا هو أصح ما يظن بالصحابة رضي الله عنهم وهو الذي أومأ إليه عثمان في بعض الآثار أشار لذلك بن حجر فتح الباري كما تعلمون وغيرهم الشيخ تقيدين أكد على هذا المعنى في القواعد النورانية أظن النوع الثالث إن الرخص هي الرخص التي يستوي فيها الأمران والعلماء يقولون انظر معي على مذهب الحنابلة يقولون إن الرخص التي يستوي فيها الأمران فتكون مباحة تختلف بنوع العبادة فعلى سبيل المثال الفطر في نهار الرمضان يقولون إن ابتدأ الصوم في الحضر استوى في حقه الأمران فجاز له الفطر وجاز له إتمام صومه وهذا الذي فعله في أول أمره وأما إن ابتدأ الصوم في حال سفره يعني طلع عليه الفجر وهو مسافر فالأفضل في حقه الفطر وعدم الإمساك وهذه وهذه الطريقة يكون قد جمعوا بين الأحاديث الكثير عن نبي صلى الله عليه وسلم في الباب أنه قال ليس من البر الصيام في السفر وقول بعض الصحابة أظنه ابو هريرة لقد رأيت هنا وما من نصائم إلا أن نبي صلى الله عليه وسلم عبد الله من رواحة وأنه صام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغمام فجمع جمع من أهل العلم منهم القاضي في التعليق والشيخ تقييدين وهو المعتمد في المذهب جمعوا بينها التفريق بين الحالة فتكون هذه الرخصة أحيانا من باب المباحة المستوى الطرفين وأحيانا تكون من المندوب الذي يفضل فيه أحد الطرفين النوع الرابع من الرخص الرخص التي الأفضل تركها يعني الأفضل المرء أن يتركها وأن لا يفعلها قالوا مثال ذلك الجمع بين الصلاتين فإن الجمع بين الصلاتين عند عدم وجود المشقة أو عند عدم وجود اجتداد السفر فالأفضل عدمه تقصر بلا جمع وأما حال اجتداد السفر فإن السنة أن تجمع لأن فيها المشقة فوجد الموجب وعبرت بذلك عند كثير من حنابي لأن الشيخ تقي الدين وهي رواية الثانية في المذهب يرى أن الجمع لا يكون إلا عند شداد السفر فقط دون ما عادة وأما الإقامة التي يحكم أو المكت في بلد ويحكم بأنها مسافر فلا جمع فيها مثله قال أيضا في الثلاث ازياد عن يوم وليلة في المسعى على الخف هذه من الرخص المباحة التي يستوي فيها الطرفان بقي عندنا ترك السنان الرواتب من أيها تتعلق الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل انها من السنان التي يستوي فيها الطرفان فتكون يعني السنان التي تركها يستوي فيها الطرفان فتكون من الرخص المباحة لأنه جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر انثبتت عند الترمذي أنه قال حفظته عن النبي عز وجل في الحضر والسفر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أحيانا السنان الرواتب فدل على أنها مما يستوي فيه الأمران والمسألة تحتاج إلى تأمر في السنان الرواتب قال منها ما هو واجب كأكل الميت عند الضرورة هذا واضح ومن دوب كالقصر في السفر مطلقا سواء كان ماكثا في موضع أو غير ماكث قال ومباح ككلمة الكفر إذا أكره عليه فإنه يباح له النطق بها و يباح له تركها يعني عدم النطق وأن يقتل حين ذاك وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد نفسه هل الأفضل لمن أكره على كلمة الكفر أن ينطق بها أم أن الأفضل أن يتركها فتكون من نوع الثاني ذكرنا قبل قبل الأفضل تركها أم أنها من المباحة التي استوى فيها الطرفان فيها ثلاث روايات عن أحمد هذه المسألة فيها ثلاث روايات فيصح التمثيل بها للأنواع الثلاثة جميعا نعم والظاهر ذلك أن رخصة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض أصحابنا نعم قال وظاهر ذلك أي وظاهر الكلام المتقدم وجه كونه ظاهرا لأنه جعل الرخصة تارة واجبة وتارة مندوبة وتارة مباحة وهذه الأمر الثلاثة كلها من الأحكام التكلفية قال أن الرخصة ليست من خطاب الوضع وهذا هو يعني كلام كثير من الحنابلة كما ذكره المصنف وقد ذكر المصنف في كتاب القواعد أنه قد قال به الغزالي والبيضاوي وابن السبكي وعبر بالظاهر لأنه يعني ربما لم يقف المصنف لأنه لم يذكر أيضا في القواعد من قال به من الحنابلة قال خلافا لبعض أصحابنا الذي قال من أصحابنا بأن الرخصة والعزيمة من خطاب الوضع هو ابن حمدان فقد نص ابن حمدان على أنها من خطاب الوضع موافقا بذلك للآمدي ومن تبعه ومرادنا بمن تبعه دائما ابن الحاجب فإن ابن الحاجب دائما يتبع الآمدي أو كثيرا ما يتبع الآمدي في اجتهاداته الحكم بأن الرخصة هل هي خطاب وضع أو حكم تكليفي من خطاب التكليفي هل لها ثمرة أم لا ليست لها ثمرة لأن النتيجة واحدة وهو أنه يترتب عليها الحكم التكليفي الذي تقدم الإشارة إليه نكون بذلك الحمد لله أنهينا الحديث عن نوعي الحكم كاملة في الأسبوع القادم الشيطة العز وجل نبدأ بالمحكم في أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسلام صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد نعم هذا أخونا يقول أشكل عليك علي قولك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه بل يفعل خلاف الأولى ثم قلنا بأنه عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه للحاجة فكيف نجمع بينهما الجمع بينهما في سطر واحد أو في جملة واحدة قاعدة مشهورة جدا عند العلماء أن المكروه ترتفع كراهته عند الحاجة هذه قاعدة كما أن المحرمة تتفع حرمته عند الاضطرار هذه قاعدة لا شك فيها فكل مكروه إذا وجدت الحاجة إليه ارتفعت الكراهة فصار مباحا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروه إلا لحاجة فلا يسمى حينئذ مكروه وإنما يكون مباحا هذه قاعدة كلية أما لغير حاجة فإنه يجوز لغيره أن يفعله لكنه يكون مكروها في حق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مكروها قط فإن أفعاله دليل وسيأتينا التوسع في أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأدلة الشرعية يعني يقول بعض الإخوان يمدون أرجلهم في أثناء الدرس هل هذا من الأدب أفي حاجة من عاداتنا ذلك أن الناس يمد قد يكون متعبا إن شاء الله ليس عليه شيء في ذلك نعم روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره مد الأقدام إذا كان في قبلته مصحف وهذا نقله ابن أبي داود في كتاب المصاحف ويعني يذكرونه في كتب الأداب كثيرا فالمصحف لا تمد قدميك إليه كما فعله الصحابة رضي الله عنه وهذا من باب الأدب وهل هذا طلب أو ترغيب هذا هو الدرس الماضي هل هذا الترغيب يكون طلبا يكون أمرا ويكون طاعة أم أنه طاعة بلا أمر هذا خلاف الشيخ تقييد السابق هذا أخونا يقول أنفقت امرأة في الفقه هذا يعني يعني يقول أنفقت امرأة على ابن أختها لعلاج مرضه حيث أن زوج الأخت امتنع مع لزوم علاج مرضه ثم رفعت قضية للقاضي في أنها أنفقت بنية الرجوع فهل للقاضي أن يلزم الزوج بالنفقة أو ليس له ذلك هذا علمه عند القاضي لا أدري كلام الفقه يقول لا تلزم النفقة في العلاج لكن المتقرر القضاء أن مقدار النفقة وهل يدخل العلاج أم لا مرده إلى العرف فهذه يرفعها للقاضي والقاضي هو الذي يحكم أخونا يقول متى تجب النفقة بنية الرجوع من الزوجة أو غيرها وهل يلزم الزوجة أو غيرها الإشهاد على ذلك عندنا ثلاث حالات إذا الزوج لم ينفق على زوجته وأنفقت على نفسها الحالة الأولى ننظر باعتبار النية إن نوة الرجوع فإنه يجوز لها الرجوع إن نوة التبرع فتكون قد أسقطت حق نفسها فحينئذ ليس لها الرجوع الحالة الثالثة إذا لم تكن لها نية لا بالرجوع ولا بالتبرع حيث لا نية لها فنقول يجوز لها الرجوع كذلك إذن أصبحت ثلاث أحوال هذه واحدة المسألة الثانية أن مسألة النفقة من أشكال المسأل وذلك للشيخ تقي الدين رأي جيد في هذه المسألة وهو أن المرأة إذا ادعت أن زوجها لم ينفق عليها مدة طويلة فإن تأخر دعواها بالطلب يدل على عدم صدقها لأن أغلب الأزواج ينفق على زوجته ولا يشهد الرجل يدخل كيس الرز في بيته مثلا ولا يشهد على إدخاله هذا الطعام فطول المدة وعدم المطالبة يكون قرينة على أحد أمرين إما على كذب دعواها وأنه قد أنفق عليها أو على أنها قد أسقطت حقها بالتبرع وعدم مطالبتها بها تدل على ذلك هذا خلاف قول الحنفية الذين يقولون إن التقادم أي طول المدة في عدم رفع الدعوة بالنفقة يسقط حقها نحن نقول لا نقول إن التقادم مسقط وطول المدة وإنما نقول هو قرينة على عدم استحقاقها ولذلك أحيانا قد تكون بعض الحقوق طول المدد فيها تضعفها فتجعل القاضي يستزيد في البينات ويستزيد في التأكيد وهذه نظر هائل القاضي ومن يعني ولي في ذلك يتقل لها عز وجل في هذه المسألة هل يلزم الإشهاد لا ما يلزم الإشهاد لكن إذا كان تنوي المرأة أن ترفع إلى القضاء فتثبت ذلك الأحسن أن يكون هناك إشهاد لكي ترفعه لأنها إذا لم تشهد يعني قد يدعي هو خلاف ذلك تشهد أو تأتي ببينة مثل كتابة ورقة منه أو تثبت أنه كان غائبا ولم يرسل إليها شيئا ووسائل الإثبات كثيرة جدا ومتنوعة يقول ما معنى قولهم إنه يسقط الفرض عنده لا به معنى قول من ذكر ذلك وهو الباقي اللاني أنه يسقط الفرض به لا عنده في الصلاة في الأرض المغصوبة ونحوها يعني أنه إذا صل في أرض مغصوبة فإنه فإنه لا يسقط يسقط عنده لا به أنا قلبتها هو عنده لا به هو كاتب ماذا عنده لا به أنا يمكن أنا قرأتها لتفكيري فيما بعدها معنى كونه إنه يسقط عنده قالوا لأنه امتثل الأمر فعند امتثاله الأمر سقط الفرض لا بالصلاة لأن الصلاة ليست بصحيحة لكن سقط بها الفرض وهذا مثل مسألتنا هذا قبل قليل أنهم يفرقون بين الصحة وبين القضاء فيقول ليسقط الفرض عنده أي عند امتثال الأمر فالضمير عائد لامتثال الأمر لا به أي لا بالفعل نكون انتهينا وصل الله وسلم على نبينا محمد شكرا شكرا